يعني ايه فكرة يعني مع انه مش مقبولة هاي الفكرة للناس بس ايش هي فكرة الله من جهة الالم هو الموضوع مش موضوع ألم بس هو موضوع ألم وفرح وتعليم وناس بتكبر حاجات كتير قوي هي باكتج واحدة هي عاملة زي يعني شيء ما ينفعش ان انا افصل حاجة عن التانية يعني حتى الكتاب بيقول ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معنى الخير من اجل الذين يحبون الذين هم موضوعون حسب قصده فروميا ليه بيقول الكلام ده ان الاشياء دي مش شيء واحد مش خبرة واحدة بيعدي فيها الانسان بشكل مستمر علشان توصله ان هو يبقى انسان أفضل والموضوع مش برضو أفضل ولا مش أفضل موضوع ان انا في جسد المسيح لازم احنا نبقى فاهمين كويس قوي وانحنا بنتعامل مع القلم او بنفكر في القلم لازم نعرف ان احنا انا كمؤمنة انا في جسد المسيح وده كلام موجه للمؤمنين مش بتكلم على اللي لسه مختبروش المسيح انا كمؤمنة انا في جسد المسيح فبالتالي انا لازم يبقى عندي تغييرات بتحصل في حياتي علشان ادخل في خطة الله لحياتي لتحقيق ما شقته الكاملة يعني ايه تحقيق ما شقته الكاملة بشكل مبسط قوي انا قعدت افكر ازاي الواحد ممكن يوصل الفكرة دي بشكل بسيط في لعبة اسمها بازل بازل دي اللي هي قطع من الكارتون بتتركب علشان تعمل صورة صورة كبيرة القطعة دي لو احنا بنبص عليها بتلاقي فيها حتة عالية وفيها نتوءات داخلية والحتة ده هي بتدخل في المكان بتاعها بالزبط ولو ما دخلتش في المكان بتاعها بالزبط يبقى ده المكان ده غلط وهو ده اللي ربنا بيعمله معنا احنا بيبقى فينا حتة لازم تتعمل لها صنفرة لازم حتة تتعمل لها تغيير حتة تدخل لجوه وحتة تطلع لبرا وحتة بحيث ان احنا ما نيجي ندخل في تحقيق مشيئة ربنا انا بحقق مشيئة ربنا في حياتي لان الله عد لي خطة من قبل تأسيس العالم لكي يقاسلك فيها تمام لكن كمان هو عنده مشيئة من جهة الكنيسة من جهة جماعة المؤمنين الخطة دي مش هتتحقق طول ما انا مش بحقق الخطة بتاعتي فالخطة بتاعتي دي بيبقى فيها تغيرات بتحصل لي انا يعني القلم ده مفيد لي انا شخصيا لانه بينحد جوايا انا امور مش ممكن ينحدها جوايا ازمنة الرحب والفرح تاني حاجة المخ بتاع البني ادم وهو بيبتدي انه هو يعمل الخبرات بتاعته بيحتفظ بالخبرات القلم اكتر من خبرات الفرح يعني بتتحفظ الخبرات بتاعت القلم وبتحفر جوه الانسان اكتر من ازمنة الفرح في حياته فا ازمنة القلم بتعمل بتعمل تغيير جزري في شخصية البني ادم لكن لولا الفرح ما تبتملش الخبرة ده هيت يعني القلم لوحده مش كفاية في حيات المؤمن ما ينفعش يبقى القلم لوحده انا عايشة في قلم 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 لو القلم ده هوت مش ممتازج بفرح ما ينفعش يبقى مؤثر في حياتي انا كوحدة في جسد المسيح كشخص او كعضو في جسد المسيح يعني مثلا عندك يعقوب بيكلم عليه بيقول احسبو كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة علمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا يعني انا لازم افرح ان انا بعدي في اوقات صعبة لان ده بيطلع لي صبر فانا التلاتة دول ما ينفعش ان هما يبقى فيه واحد منهم نقص القلم والصبر والفرح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة